النهاردة فخامة رئيس الجمهورية سيد عبد الفتاح السيسي كان بيستقبل مين؟ بيستقبل وزير الدفاع الهندي السيد راجناث سينج والرئيس طلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء الهندي نارندار مودي وبيوشير فخامة الرئيس إلى اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة اللي بتجمع مصر بالهند طيب كل ده كويس خالص عايز تقول ايه يا عم يوسف؟ اقولك طب واحدة واحدة وزير الدفاع الهندي كان هنا ليه؟ يعني جاي زيارة عادية؟ أكيد لا زيارة عادية هيجي يلتقي رئيس الجمهورية ويجي يلتقي وزير الدفاع؟ جاي يتفسح؟ طبعا لا الوزير الهندي أو وزير الدفاع الهندي جاي فيه مهمة في ايه بقى؟ تعاون ثنائي فيه؟ التعاون العسكري والدفاعي والتطلع لتفعيل شراكة ما بين البلدين الصديقين التاريخيين بما يتناسب مع الإمكانيات الكبرى في كافة المجالات من جانبه وزير الدفاع الهندي نقل إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحيات رئيس وزراء الهند وأعرب عن تأدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الهندية من تنامي حط ما بين قصين وتحتها ألف خط ازدهار واتقيل جاي وصبر وهتكتشف أنه ازدهار بالمعنى الحرفي لكلمة ازدهار وبيؤكد وزير الدفاع الهندي اهتمام الهند بتعميق هذه العلاقة التاريخية في ظل ده كلام الهند وأظن أن الاقتصاد الهندي اقتصاد عملاق يعني أظن دي مفيش فيها نقاش طيب في ظل ده كلام الهنودة هو في ظل الطفرة ده تقييمهم لما يحدث في مصر عارف أنت في حاجة كده اسمها دعي الأخر يتحدث عنك يعني إحنا لما بنيجي نتكلم بعض السادة المشاهدين والسيدات المشاهديات يقول لك لأ أما أنتو بتتكلموا كده علشان عايزين تدونا أي جرعة من جرعات الأمل هقول لك إطلاقا والله جزء من اللي أنا هعمله أنا أو زميل يعني سبك من أنا خالص يعني كلنا نعمله آه طبعا إحنا لازم نديلك الأمل في بكرة بس علشان أقدر نديلك الأمل في بكرة ده لازم يكون بالمنطق بالحقيقة بالرقم بالواقع مش الأمل كده في الكلموزية لكن هنا تشوف رؤية الهند لما يحدث في مصر وصفوه بالطفرة التنموية الشاملة شاملة يعني مش في قطاع واحد التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي طبعا فضلا عن الدور المصري المحوري والحاسم وده بقى اللي واجع الجماعة بتوع بلد بره العلقات الإخوان اللي بره ومن شابههم ومن يقف معهم في مكافحة وقهر خطر الإرهاب الأمر اللي ألقى بظلال الأمن والاستقرار في مصر وعلى الأمن الإقليمي بأسره تاني ده كلام وزير الدفاع الهندي ده مش كلامنا إحنا هو الهند هتجملنا علشان إيه الهند اقتصاد ضخم جيش ضخم تكنولوجيا متقدمة إيه لخي إيه لخي أظن حضراتكم قادرة يعني الهند بتصنع إيه سواء إذا كان على المستوى العسكري أو على المستوى الاستخدامات المدنية وحجم الاقتصاد الهندي إلى آخره ولو حضرتك مش داريان ما عنديش أي مشكلة نقعد نتكلم مع بعض وممكن أقولك حضر من دلوقتي اكتب الاقتصاد الهندي على جوجل يعني سوف تجد ما يسرك جدا في هذا الصياق الهند بتقول إيه بتقول نتطلع لتبادل الخبرات وترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك ما بين البلدين بس اللقاء كمان شاهد بحث تعزيز التعاون العسكري والأمني ما بين البلدين خصوصا فيما هتعلق بإيه بقى التصنيع المشترك يا السلام حلو ونقلوا توطين التكنولوجيا بهدف استغلال الإمكانيات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين هل الهند كانت هيبقى فيها عندها هذا التوجه اللي لم يكن لدينا بنية تحتية قادرة على استقبال هذه الأحجام الصناعية أو على استقبال هذا التعاون الضخم الهند بحجم اقتصادها احنا بنتكلم على بلد جماعة حجمها من حيث عدد المواطنين تقريبا حوالي مليار و 300 مليون نسمة بنتكلم على بلد حجمها الاقتصادي فقيل بخم بخم بلد صناعي طبعا بالدرجة الأولى زراعي بالدرجة الأولى تجاري بالدرجة الأولى بلد ضخم هتيجي تستثمر أو عايزة تعمل تعاون شو أقول لك الساسمار ده هنا بقى التعاون المشترك ما بين بلدين كبار بلد كبيرة في منطقتها الأسيوية بلد كبيرة في منطقتها الشرق الأوسطية أو الأفريقية أو العربية شوف انت بتحب تسميها ازاي لو ما كانش فيه البنية التحتية اللي ما كانتش عجبة بعضهم اللي هو ما بين قصين نطلق عليه ايه بقى المشروعات القومية العملاقة لو ما كانتش فيه الطرق والكباري وخطوط المترو والقطر والمية والكهرباء والصرف الصحي وركز على كلمة الكهرباء والطاقة دي مليون تركيز لو ما كانش كل ده موجود لو ما كانش فيه بنية تشريعية وقانونية تستقبل هذه الأحجام انت عايز تقول لي انه الهند أو شركة عملاقة زي مرسك وكما وصفتها بدقة حجم مرسك المالي والاقتصادي قد بلاد بعض البلاد وأحيانا أكبر عايز تقول لي ان شركة متعددة الجنسية من أصل أوروبي هتيجي تعمل تعاون مشترك مع مصر في عدم وجود بنية تحتية قابلة لذلك أو في عدم وجود بنية تشريعية وقانونية قابلة لذلك هو أنت فاكر الناس دي جاي تلعب بلي ولا إيه ده بجد مش هزار هو أنت عاوز الإخوان وأكلي بقاياهم يقنعوك بأن الناس جاي هنا تهزر الناس دي الثانية عندها بمليارات الثانية بمليارات بدون مبالغة أنا بكلمك بجد الثانية عنده تكلفهم مليارات مش فيها هزار طيب تعالي نكمل على موضوع الزيارة الهندي أو زيارة وزير الدفاع الهندي للقاهرة طيب إيه تاني من أشكال التعاون التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة مهم قوي ده وتبادل الخبرات والمعلومات دي بقى حاجات من اللي بتدايق بعضهم بص يا مولانا اللي أنا عايز أقوله لسيادتك إيه وحنا هنروح تاني على مرسك اللي عايز أقوله لسيادتك إيه دولة بحجم الهند لما بتيجي لحد عندنا ينورونا فضلا عن العلاقات فعلا التاريخية الكبيرة جدا اللي ما بين البلدين تاريخية بالمعنى الحرف يعني أنا شعف إذا كنت أعرف إنه في عائلات في مصر بقالها هنا مئات السنين من أصل هندي أصلا يعني ولو قلت لك أسماء العائلات هتعرف مهم بس مش دي القصة دلوقتي البلد بحجم الهند جاية لحد هنا علشان تعاون مشترك على أصعيدة شتى دي مش حاجة هينة ولا صغيرة ولا تفوت كده نفس القصة على مجموعة مرسك زي ما كنت بقولك إن الرئيس بيوجه بالبدء في التعاون مع المجموعة مجموعة مرسك العالمية لإنشاء الشبكة أخذ بالك بقى كده إيه وطنية متكملة في مصر لإنتاج إيه لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن ترجمة نانسي قنقر